الحمد لله الذي جعلني ألعن الظالمين من على ربوة دمشق اللهم ألعن من ظلم الزهراء لعنى لم تلعن به قبلهم ولا بعدهم يا شديد القوى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ألا وقد أمعنتم في البغي وأفسدتم في الأرض ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وقبرائكم الذين جاحدوا الله على ما صنع بهم فأفق أيها السامع من سكرتك واستيقظ من غفلتك واختصر من عجلتك وأنعم الفكرة فيما جاءك واتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أضادا ولا لفضله عندكم حسادا ولا تطيعوا الأدعياء فهم أساس الفسوق وأحلاس العقوق اتخذهم إبليس جندا بهم يصولوا على الناس وتراجمة ينطقوا على ألسنتهم فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله واستعيذوا به على الشيطان وجنده برحب المشاهدين الكرام في هذه الحلقة نتابع وإياكم هذا المقطع برحب فيك دكتور معنا اليوم كلام إلاك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إسرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين بعدد زنة عرش الله وأمداد كلماته وما أحاط به علمه وأحصاه كتابه الله سبحانه عز وجل جل وعلا شأنه حينما أرسل الأنبياء والرسل أرسلهم حتى يصحون مسارا خاطعا في هذه الأمة أو تلك الأمة ومن أجل إعلاء كلمة الحق فمنهم من قتل ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر أضيتنا الآن كل نحن نقرب القرآن بصورة الإسراء بأن إسرائيل أو اليهود سيعلون في الأرض مرتين علوا كبيرة وبعد ذلك يأتيهم رجال ذو بأس شديد شو ذو بأس شديد يعني لا تأخذهم رأفة عبدا يعني الآن اليصير بغزة أمام الرجال القادمين لا شيء على الأطلاق لأن إسرائيل ليس عندها رجال ذو بأس رجال عندها جبناء يقاتلون من خلال جدر من خلال الطائرة من خلال الصاروخ البعيد من خلال المسيرات لا يقاتلون وجها لوجه لأنهم جبناء أما الرجال الذين سيبعثهم الله رجال ذو بأس شديد هذول ذو بأس شديد لازم أعطهم إيمان مطلق بقائدهم بربهم وهذا الإيمان المطلق يدفعهم دفعا إلى حب الاستشهاد من أجل تثبيت تثبيت مقولة ذو بأس شديد هو السؤال العدو إذا شافك أنت لا ترهب الموت إذا الموت لقى شو بيصير يفر أمامك يكون مذعورا يكون محطما النفسية مالتا محطمة يعني الآن العدو حينما يتذكر الحرس الثوري أمريكا بريطانيا الدول المشاركة في العدوان من الأعراب والمنافقين تأخذهم رعدة حقيقة الأمر واحد إذا يصفن على الحرس الثوري الإيراني تأخذه رعدة وإذا يصفن على الحوتيين المتنامين تأخذه رعدة الذي يتصور حزب الله تأخذه رعدة لماذا حزب الله طبعا يختلف عن فصائل العراق حزب الله منضبط يعني من تمشي للجنوب ما تلقي لك وحشي لك لاشنكوف مسدس تشوف ناس فلاحين ناس تشتغل بدكاكين ناس تشتغل على باب الله ناس تدفع عرضانا تشوف نموذج من الحياة المؤمنة الصابرة المحتسبة التي لا تتلوث بتلوث الحياة الدنيا البالية حقيقة لوعاني مسموح لي لأكتب بحث عن حزب الله ربما يمسهم لا أكتب عن حياتهم بحثا من يقرأه القارئ يقدسه أو عن الحرس الثوري طبعا أنا ما أعرفهم ولكن هاي المعطيات العدي أنا أحيانا أطلع على الجنوب أفتر بالجنوب مثلي مثل وي أولادي يحبون الجنوب لأنه نمو على زيتون الجنوب على فاكهة الجنوب على ماء الجنوب على تراب الجنوب ولذلك يقدسون الجنوب لم أرى مظهرا عسكريا أو أرى أحدا حامل سلاح مسدسة أو حتى سكي لذلك هذا يخليك بهذه الدرجة ما للانضباط يخلي دول العدو من يفكر بيهم مرعب يرعب في داخله وحينما تذهب إلى الجمهورية الإسلامية لم ترى الحرس يحملون سلاحا في الشارع أو في مكاتبهم أو في غير مكان حسب ما يقولون للناس أنا ما بعرف حدا هذا يدلل على أن هؤلاء منضبطين إلا الحوتيين إلى ما يحمل سلاح يشعر بخجل وهذه ضمن التراث الحوتي ضمن التراث اليمني وهذا شيء حلو في يوم الأيام إجا واحد سلم على علي بن أبي طالب لابس ذهب ولابس محابس وحاط سوارات دار وجه عنا علي بن أبي طالب إجا واحد مخردل ويحمل سيف ودرع ونشاق قام علي بن أبي طالب قال أهلا وسهلا بالذي كفى الناس شرح وشرحوا حضن أبوس سئلوه قالوله قالهم هذا ما يخلى حدا يوصله يكتله وهذا يريد الناس يكتلونه ويأخذون ذنل عنده هذا يشعر برجوله هذا ما أريد أحكي لكم أحكي أبعد ثانيا هذا القضية إحنا الآن نمر في هذا العصر المرعب هذا العصر المتلاطم يعني بيتصورون كنا من ضرب العراق ضرب إسرائيل وحارب أمريكا لبعض الوقت كنا عملية إعجاز انظروا إلى الإعجاز الحقيقي الحوتيين يتجاسرون على على من على سفن التجبر العالمي ورأس التكبر ويضربونه في عمقه ولا يخافون أو يلومهم لائم أو يخافون لومة لائم على الأطلاق وماذا يقول لهم الأمريكي بس وقفوا وأبوس رجليكم أنا أشلحكم أو أخركم من قاعمة الإرهاب إيه أنت إذا وقفنا وغزة تنذبح وحماسة إرهابية وحزب الله إرهابي إحنا يزيد نشرف أن نكون نرهابيين الحرس الثوري إرهابي هو شو خليته كل واحد يعارس سياساتكم وضد اليهود وضد الماسونية هو أرهابي تلقائياً ما يحتاج أن تصنفوا إذن هذا الشيء إعداد إلى الإمام المهدي ترى آني من حجيت على قضية موسى تدرون بالأخير إيش قال له الله قال قلنا لك لا تخف توبيخ عظيم بس تنتبهون قلنا لك لا تخف كل ذني لا تخف لا تخاف أني معكم أسمع وأرى وأوجه سخيفة في نفسي ست مرات بآية الله بالأخير قال له قلنا لك لا تخف يعني واحد يجيك يقول له وقلت لك أنا كافي قلت سؤال الآن عندنا قادة لا لم يرون الله ولم يرون علي ولم يرون الإمام المهدي وهو يراهم روحي له الفداء ولكن لا يخافون وإذا قيل لهم موتوا يستشهدون يلبس درع واقي لا ما يلبس درع واقي يلبس هذه السطرة المفقخة ويقل لك أو السيارة المتفجرة ويقل لك على الله أهلا وسهلا مثل دبوع مثل حمود مثل فلان ما تحضرني الأسماء خاطر يسعلون في حزب الله يلبس هالدرع أو يلبس المتفجرات ويروح على العدو شو هذا خايف هذا لو موجز خيفة بنفسه ما يمشي وهذا أحمد قصير رضوان الله عليه خمس مرات يأخذ خيرة تطلع مو زينة إلى أن مطرد الدنيا ونجمعه بالثكنة خذ خيرة توكل على الله جوه ربعة قال لولا يا به خاف أن أنت خايف خاف أن عندك شيء قال لهم لا بس انتظروا شوي من أخذ خيرة لأنها راقية جدا توكل على الله صعد بالسيارة وراح وسواهم تراب هذا يساوى بأحد لا شاف محمد ولا شاف علي ولكن أوحى في داخله الإمام نحن مرتبطونا مع الإمام بدون الإمام مستحيل يعني لا تتوقعون شيء زين يصير مورا الإمام ولا تتوقعون شيء يصير مو زين بحياتكم مورا الشيطان على الأطلاق أخوان خذوها منها اللحية لذلك في يوم الأيام واحد يسأل الله مريض يسأل الله رأسه لكم سؤالة يقينا عنده مرض يسأل الله قال ليش ما طيبتني اشتد عليه المرض كل ما يسأل الله يشتد عليه المرض إلى أن قام بعد ما يقدر رح للطبيب في حصة قال لي لو ما جايني بعد عشر قيام تنوت قال لي قال لي واحد اثنين 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 هذا المرض اللي جيتني عليه ولا شيء فسألني قلت لأ انتش قسألت الله لو ما مش تدعليك هذا المرض ما عرف هذا المرض اثن اراد الله ان يبتليك بالحسنة اراد ان يشافيك الان طبت قال لي طبت قال لي بس انا كل هذا المرض ما اداني عرف شلون مثل هذا يعني هذا لو ما يقل للطبيب انا ميت اثن هذا المرض انا كان سببا حتى اروح الى الطبيب قلت له شفت لازم يكون ظنك بالله حسن لذلك اخوان نحن الان نمر بامتحان مرعب اوعوا في يوم الايام تفكرون ان تكونون مو موي غزة او موي حزب الله او موي الحوتين او مو مع الحرس اوعوا صدقوني كل انسان يدير بوجهه عن الحرس الثوري وعن الحوتيين وعن حزب الله وعن غزة يقينا في داخله شيء يبعده عن رضاء مرضات الامام المهدي فعليكم ان تفكرون بان هذا الشيء مثلمة في الدين وحينما تكون هذه مثلمة في الدين صلاتك بعد ما تنفع يعني انت مبكيفك انت مبكيفك عد قائد الام حينما خلت من القائد من الف ومتين وخمسين سنة هيا الهل عن قيادات وحاضن الام بدون قائد ما عد حاضن الامام يعني السيد علي الخامن وعلى الله شأنه وعطاه العمر المديد حاضن مرعبة لمن لمن يعتقد بان الامام المهدي قادم وحزب الله عنده حاضن لو لا سماحت السيد حسن لم تكن هذه الحاضنة بهذه القوة والعنفوان والكبرياء سماحت السيد عبد الملك لو لم تكن هذه الحاضنة التي يتولاها السيد عبد الملك الحوتي لم تستطيع اليمن ان تنهض لأصبحت اليمن شذر مذر وعند آل سعود اذا هذا شنه هذا يدلل حماس رغم اختلافي انا معهم لان ادعوهم الى الولاية لو لم تكن عندهم حاضنة الصنوار ومحمد الضيف لم تستطيح هاي الناس ان تصمد امام الصواريخ والقنابل المفزع المرعبة ينقتلون اتم ولا شيء وانظروا الى واء الدحدوح ولو الان ذهب الى قطر الله يحفظ اذا هناك اسباب تخلي الانسان يصير ثوري الامة كانت تفتقد لهاي القيادات الشاه حكم ايران مئة سنة او اكثر كانت ايران في حضن امريكا في حضن بريطانيا في حضن اسرائيل اليمنيين كذلك الجنوب لبنان كذلك الى ان اتت الحواض بامر الامام فاصبحت هذه الحواض مرتبطة بولاية الفقر وهذه الولاية الحاضن الاكبر الله يحفظها اذا نحن نمر الان بتمحيص مع من نكون مع امريكا الذي التي تقاتلنا وهي مستشرية وهي العدو اللدود للامام ولله ام نكون مع الجمهورية ام نكون مع الحوتيين ام نكون مع حزب الله وسماحة السيد القائد السمو سيد حسن ما ما يعني ما ما كو يعني ما كو وجه للمقارنة الا هذا ابله يالله يقارن او تلقي ناس اشبه بالغنم ارشتون ينالون من ايران او ناس اكلت بايران لحد التخمة وتنال من ايران والله بكسر الها لم اأكل خبزهم ولن امد يدي على مالهم ولكن لم اخونهم وليس لي حاجة بهم لا بحزب الله ولا بالحوتيين ولا بالايرانيين انا ابو علي يكفيني اني رأيت الامام يكفيني فخرا ما احتاج حدا ولكن لن اخون هؤلاء اعتبر خيانتهم متلمة في الدين وخيانة للامام المهدي وناس اكلوا عندهم وشربوا وطعنوهم في الظهر والسدر معهم لارضاء امريكا لارضاء اسرائيل لارضاء بريطانيا انا لن اكون مع هؤلاء الناس قطعا اصبحوا حزب الله وايران والحوتيين نخاء في جسمي والجسم لا يتخلى عن النخاء وهذا الامر على الناس ان تعرفه انا لفس في الرخاء الحزق صاعكم وفي الشدة اخذ لكم انا اتبع لما يقوله الامام يقوله معلمي يقول معلمي ان نصرة هؤلاء من ثوابت الدين نصرة هؤلاء عنوان المؤمنين نصرة هؤلاء عبادة الصادقين نصرة هؤلاء هي مع ولاية المتقين كيف اكون انا ضدهم كيف لو كنت اطمح ان اكون ضدهم لملكت ما بين الشرق والمغرب على ما عندي في دماغ من العلم ما قاله لي معلمي انا لا اعرف شيء سأفاجئكم ان شاء الله بالاشهر القادمة ماذا كتب عني الغرب ودولتي لم تكتب الا عن راقصة انا لا اريد منكم شيء ولكن اوضح لكم ان الامام قادم فمن يكون مع هؤلاء وهذا المحور مع الامام ومن يكون مع محور الشر يقاتل الامام جملة وتفصيلا اريد ان احذركم غضب الله الجبار يعني مو بس موسى يحذر سليمان يحذر وجاء رجل من اقصى المدينة يسعون هذا التلفزيون موسى كان يجوز يحذر اربع خمسة الان التلفزيون كل العالم السمع دقيقة واحدة اذا ضربوا الحوتيين سفينة كل العالم بكل اللغات تنقلها الحوتيين قصفوا سفينة وآجل الجزيرة العربية الحدث فلان كل القنوات العالم بالعربية اذا حينما يطلع لك واحد من هذه النصر دين وانت تقول يوم ينادي المنادي من مكان قريب يقول لك جبرايل جبرايل جي العلاقة يحط مكرافون جبرايل وينادي عيب عليكم ما بتستحون لك ضحكت علينا 1400 سنة همراجع انت ضحك من علينا هسا يشفت الناس غبيا واستعبدتوهم الان الناس فتحت يوم ينادي المنادي من مكان قريب يعني متور يعني التلفزيون مصحيح هاي الاقبار الصناعية تنقل كل شي ابدا ولذلك الامام حينما يخاطب الغرب بمن يخاطب يخاطب التلفزيون مثل عبد الملك الحودي مثل سمعت السيد مثل السيد القائد يطلع يخاطب الناس بهذا الاسم فرأسا تترجم الى كل العالم ما يحتاج يلقي خطاب هنا ويلقي خطاب هنا مثل واحد بالاموم المتحدة كل واحد حاطها يسمع باذنه يطلع بالميكروفون يحجب العربي هذا يسمع بالفارسي هذا يسمع بالانجليزي هذا يسمع بالفرنسي هذا يسمع بالإلماني هذا يسمع بالسويدي هذا يسمع بالإسباني لكن احنا الحاكمين من رجال الطين يعتبرون غنم لأن عقليتهم مشكلة هش هذا اذا تناقش يقبل بنقاشك تعرفون من قرية قضية موسى بطاها مرعبة بالأخير يوبخها الله قلنا لك لا تخف الله أكبر يعني أنا ست مرات قلت لك لا تخف مش قلنا لك لا تخف توبيخ لو متوبيخ صحيح من أولياء العزم آخر واحد لأنه آمن بولاية عليبنا بطالب البقية ولا واحد مؤمن بها إلا ما ندر ها هي شا شقل لعمار بن ياسير شقل للمقداد شقل لأبودار شقل لقنبار شقل لمالك ابن الأشتار شقل ل عربي شلون لحجر ابن عدي أوسل قراني يلا حقوها لي لذلك رجال صدقوا معاهدوا الله عليه فمنهم من قضانح بذولة ما يخافون إذن الآن الأحداث اللي تمر رح تكون مرعبة بس نوصل إلى الشهر السادس من هذه السنة نعد عدا تنازليا أول خسوف يقلب آليها أسافلها ثاني خسوف يرعب الخلق من شمالها إلى جنوبها يقول معلمي سيستدرك الناس استدراكا ويأتيهم الغضب على عجل من أمره وتأتيهم الهزات على غفله ويأتيهم الموت على عجل إنه أمر الله فكان مقضيئا انتهى الأمر نحتاج إلى عبادة وصلاة ليل يعني أبداً يعني أبداً أنا متحجب شلون الناس ما أصوم رجب واحد يقول لك أتعب إذا صمت صدقوني إذا ما صمت أنا أتعب بالعكس يقيناً لا أشرب ماي لا أكل مثل بقية الناس أبداً يعني لكن نحن الآن مطلوب من عدنا أن نعبد الله أن نطيع الإمام المهدي أن نشعر بأن ربنا الإمام المهدي الرب الذي الخفي الذي تقوم على عبادتنا تقوم على الولاء إليه لا لأحد ولذلك أخوان حينما نسمي سمعت السيد حسن أو السيد القائد أو السيد عبد الملك هؤلاء قيادة بالأمة تحت جناح الإمام ولكن لا يرتقون إلى الإمام أبداً حتى أجيء أكون واضح الإمام بمعزل الإمام منصب من الله وحينما يكون منصباً من الله لا يستطيع أحداً أن يقارن بالإمام على الإطلاق أوعو كائن من يكون والإمام لا يقبل أحداً يقبل يده على الإطلاق والإمام الوحيد المسؤول عن كل ما يحدث في العالم وهو على بصيرة من أمره لا يرتجي من أمريكا ولا يرتجي من بريطانيا ولا من فرنسا ولا يرتجي من العرب الخوانة الإمام هؤلاء كلهم بقبضته اللهم صلي على علي المرتضى اللهم إلعن كل من حال بينه وبين خلافته من كنت مولاه فإن علي مولاه ومن لم يكن علي مولاه فإن الشيطان مولاه أي واحد ما يكون موالي إلى علي فإن الشيطان مولاه وأنا بشريعتي كل من لا يوالي علي لا تستحق نصرته أي واحد كان من يكون حتى لو كانت إيران حينما لا توالي علي لا تستحق النصرة حزب الله إذا لم يوالي علي عندي لا يستحق النصرة مغزة ولكن أدعو غزة إلى أن تعرف الآن الحوتيين يقاتلون ليش ما تقاتل دونكم السعودية والأمارات وتقاتل الدول السنية تركيا حبيبتكم الربيبة طردتكم ما يقاتلوا معكم الآن غير الشي عشان ما تفتهمون ما عدكم عقل ما عدكم نماس شو يربطنا فيكم أنت وهابية يربطنا بيكم أشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أكملوها هذا لأن هذا الإيمان ساقط وناقص يحتاج الولاية بدون الولاية ماكو سمه اللهم صلي على فاطمة الزهراء والأن كل من ظلمها واستباه حرمتها وأسس أساس الظلم والجور عليها كسر ضلعها أسقط جنينها حال بينها وبين ورثها فجع عليا بها لعنة يستغيث منها أهل النار يا شديد تتفاجئ يجيك شيء يدارس لخمسين سنة أو يطلع لم يثبت لدينا كسر ضلع فاطمة هو ش هذا إلى ما دارس شي يسوي وش قد هدم عقول وهدم ناس وش قد أكو ناس عدة بالدرس مرضى تحولوا إلى ساقطين من ورا هذي هذا هو اللي احنا جمعتنا هتلية اللهم صلي وبعدين يبررون لك حسب علميته من يلا علمية يا عم من يلا علمية العلمية اللي لم تعطيك فاطمة حقها علمية فليمسح بها الإنسان لسبلك الما يدافع عن فاطمة الزهراء مؤمن هذا ما عنده كرامة يعني اللهم صلي على الحسن المجتبى والعنمعاوية بن الطلاق اللهم صلي على الحسين الذي لا زال يكتب أهل من ناصر ينصرنا اللهم صلي على علي على محمد على جعفر على موسى على علي على محمد على علي على الحسن العسكري على الإمام المهدي القائد والرب والإله لماذا نقول لكم أسماء أهل البيت أذني الأسماء بدونهم لا تنجو من عقاب الله ولذلك نقول لمن يدعون إنهم مسلمين هذه الأسماء حينما لا تذكرها وتعتنقها لا يكون لك دين على الأطلاق دينك ناقص ومردود عليك عليك أن تعرف لا تأمرك مو لا تأمرك ذول أهل البطيخ الأمير الفلاني والملك الفلاني وإمام الجامع الفلاني والآية الفلانية لا 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 ولا تأمرك إذا تنازعتم في شيء فردوه لله ورسوله قل أعملوا فسيرى الله عملكم من رسول والمؤمنون يعني من هو أهل البيت ليش؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموتاً بل أحياء بآية قرآنية أحياء يرزقون وأنتم لا تشعرون وآية تتحدث عن غير هذا الشيء نرجع إلى قضية الإمام المهدي حينما نذكر الناس بالإمام المهدي حتى لا تصيبهم الغفلة عرشتون حتى لا تصيبهم الغفلة فأن أصابتهم الغفلة يعلمون أن هذا البرنامج يوصل حديثنا لهم يعني نرجع إلى حديثنا الأول إسرائيل بنيت على كذبة يعني إسرائيل الوحيدة بالعالم جهاز الوكالة اليهودية والموساد سووا دولة بينما بكل دول العالم هي تصنع الأجهزة هذه الأجهزة الوكالة اليهودية والموساد هي اللي صنعت إسرائيل شوفوا شون بالعكس وهذا ما لا يعرفه الناس يعني إحنا اعتنقنا حزب البعث أو شنه وبتقول دمائير من الزوجها اللعين ابن اللعين مشه العفلق حطوها إنه شحن غنم أولاد غنم مو بس غنم هذا من الزوج بتقول دمائير اللعين ابن اللعين مشه العفلق وإحنا نعتنق حزب البعث عش قد مضللين لك حزب الدعوة كلش كبراته ما جاب لعشرين ألف ثلاثين ألف حزب البعث الماسوني بعشر سنين خل حزب البعث خل العراق كله هذا المؤمن المتدين اللي يلطمع للحسين كان بزمن عبد الكريم وغيره تتفضلوا سواه كله بعثين خوش شاها إذا إجا واحد غيره الآن إحنا كل إحنا أمريكيان الحمد لله الآن صرنا كل إحنا أمريكيان لأن شلنا بريطانية تحولنا إلى أمريكيان والحمد لله الحمد لله اللي أخدمه يصير عمي شاه هو هذا الدين نبرر إن الفحشاء وننسى الإمام غير الدين ينهى عن الفحشاء والمنكر أكو منكر أزيد من أمريكيان من بريطانيا لدمرت العالم من إسرائيل اللقيطة العدو اليهود القرآن يقول يتجد أن أشد عدوة للذين آمنوا اليهود والمشركين فش المشركين منه الذين لم يؤمنون بولاية علي بن أبي طالب شكرا إليك دكتور ناخد اتصال السلام عليكم دروب الرجاء اسم الكريم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أبو علي شوال أخوه خادم الجنابك الكريم الله يسأل لك أبو علي حبيبي أنا عندي دمتي نور أمرها 33 سنة كل العمر إليها إن شاء الله إبارة بيك لحفظك من سنة الألفي تصارع وأرجو أنه يعني تسمحي دلوقت ولا ينتطح حتى وصل لك الفكرة مالك من الألفي صار عدها حساسية وربو فقدمنا نطيها علاجات الظهر أثر عليها على رجليها قامت تذب رجلها سويت لها عمليتين ما فات بالألفين واربعه هذا مختصر بالألفين واربعه طررتها على لجنة البدير مدينة الطيب كعلى وماء العلاج حتى خارج الخطور عدها يسموها العضلات جيد بالألفين وثمنتعش وديتها لبنان دكتور يشتغل بالجامعة الأمريكية إسنا باسم يامود قال عدها يسموه الحسل العضلي ردينا بالألفين وعشر وديتها بإيران نفس التقرير اللي ذكره اللبناني وهم ما قالوا نفسه فماكو علاج إليها أغسف شي قالوا ما يفيده بس أبو نور أبو نور أي حبيب عيوني إذا أطلت القرانت بيها الطيب يا الله يا الله كلمة أخيرة أنا حجيت لك أنت حر فريت العالم كلها ظلت بس آني بحيل الله خليها الطيب وتظل صافن وتكرها كل ساعة تأخرت عني بيها أنا خادم إليك شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا اتصال ألو السلام عليكم دروب الرجال اسم الكريم تفضلوا ألو ألو الظهن أطع الاتصال مشاهدينا فاصل ونعود مرحب المشاهدين الكرام الجديد معنا اتصال ألو السلام عليكم دروب الرجال اسم الكريم تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله يوسف نيك الرجال المقدس دكتور معك أهلا وسهلا ستادي يوسف أمرني يا كرد دكتور نتاج الرأس الله يتصح والعافية الله يسلمك دكتور أنا وأخذ من وقتك شوية أنا عندي حالتين الأول حالة والدي اسمه ضياق عند سرطان الكبد وقنوات الصفراوية إحنا ما لجعنا لأي الكيميائي ولا للجراحة مباشرة أخذنا العلاج ما لفكم ما لفكم ما لفكم ما لفكم أسمعك أسمعك مباشرة أخذنا الحمد لله الآن وضع جيد لكن قارب العلاج أنه يخلص بعد أن يخلص شنو أسوي أسوي فحص جديد رنين أو شيء وأرجع مثلا نعم يستحسن أنه يحتاج بعد رح نطي وجبة على نفقتنا رابعة يلا تبحث حتى لو شفتوا توقف أنتو الآن هو يشعر طبيعي أبيك الآن يشعر زين هو نعم نزهر نقطع الاتصال إن شاء الله يرجعي نعود نرجع نعود الاتصال به أيضا اتصال آخر السلام عليكم دروب الرجاء اسمي الكريم تفضلوا ألو نعم دكتور معك تفضل تفضل السلام عليكم دكتور خادم الجنابكم الكريم أمروني خادم الحسين أنا عندي جيوبة فيها بسيطة بعد شو عندك نعم دكتور بعد شو عندك شو عندك من أمراض بسلامتك بس أنا خادم إليك أهلا وسهلا نعم عدنا علاج شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا اتصال السلام عليكم دروب الرجاء اسمي الكريم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شونك دكتور خادم إلكم أهلا وسهلا خادم ربك عجيال بي أقل لك دكتور أحسين في دوين يما كذا تقدر قول يا الله ومشي أي كلمان الحج لا ترجعني إذا نقدر ما الرجع أكو شيء معقول وأكو شيء ممعقول أمريني بعد قال في الدكتور عنده والدت عدها مرض الخبيث يعني شاكين بيها احنا ما حددنا فالدكتور شافة قال هذا عدها في الرأة زين اللي في الرأة ما أخذ ولا أخذ أولا عينة بس قالوا عدها موجود بره هي عدها جلقة وعدها ضغوط وعدها فرع يعني بين ثلاثة الموجودات عدها وقبل يوم أنا خليتها دم يعني دمها ينشف يوصل للسكة احنا عدنا خليطي طيبها تردينها الطيب الخليط عدنا أي طبيب ما يقدر يطيبها أنا خادم لكم أهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك أيضا اتصال السلام عليكم دروب الرجال اسم الكريم تفضلوا بس سؤال أسألك أنا حبيت يرجع لك الاتصال سؤال أسألك الآن بيك زين يشعر بنشاط والله أبو يا كريم ماكر شما خش هو كان مصاب قلت لي بن كرياس وبالكبد وبعد وين الخنوات الصفراوية هي عساس ورم وعضر على بن كرياس والكبد يعني سؤال إذا رح تلط بيقدر يخلي أبوك ما يشعر بشي لا والله احنا عصلا ما نجي للطب أبدا احنا نجي ارجع احنا رح نطيك وجبة رابعة لأنه هذا سرطان وهذا الانتشار حتى قل للناس احنا نقدر نوقف بصورة مرحبة لا يوقف الكيمياو كذبة ولا يوقف طبيب بس احنا الخليط الانتشار يوقف مثل الاخ الان ابو كرب لالله يمنع لي بالصحة والعافية لذلك ارجوكم ببداية المرض مو ينتشر يعني الان منتشر عنده مثل بالكبد والقناة الصفراوية والكليتين واصل للرئة اجينا احنا وقفنا الطبيب ما يسوي لشي لا كيمياو بعد ولا يقدر يسوي لشي هذا فضل الله علينا لأن الخليط العذن غير معلوف بالعالم نعم راح نطي وجبة رابعة وهس انا من اطلع اكتبها لان حتى يطيب انا خادم اهلا وسهلا دكتور عندي ادنى طفل بالعائلة اسمه محمد عمر 9 سنوات عنده كيميا سلطان الدم اطي قارنطي باذن الله اذا اريد اطفل دكتور يتحمل العلاد من ياخذه لانه اعتقد ما يجرع تذوق ما يجرع لا الهذا مالته يختلف عن مالتبوك ها مالطفل شلون مالطفل راح نطي هياب شي محقول ونخلي ياخذه ويطيب 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 ما يدير دم انا ممنون اهلا اللي بتابع مشكلتك ايضا اتصال السلام عليكم دروب والرجال اسم الكريم تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور معي دكتور انا عاني من سملة مصرطة احنا تقللين شوية من الاكل وعلينا نطيج علاج يصهر جسمك صهر يعني لا مور ولا ابدا اذا تردين هذا خلل في الغدة الدرقية نطيج للغدة ونطيج للسم انا عندي كسر افضل بالغدة ليش قلتليك هو الخلل بالغدة لان الغدة هي تنظم وظائف الجسم بالانسان اذا اختلت الوظائف تسمانين او يطلع شعر او يصير تسارع في دقات القلب او يصير خدر بليديا او يصير عصبية هائلة كل انذن للغدة انا خادم اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور بداية الفت انتباه المشاهدين بانه بعد اصلاح المشكلة التقنية التي طرأت على موقعكم الرسمي اصبح بامكانهم التواصل معكم دكتور من خلال الاميل او الاتصال او السكايب عن طريق الموقع الرسمي الذي يمر اسفل الشاشة من هذا اليوم احنا ممكن ان نستقبلكم على يعني الاسكايب او التواصل او الاستفسار قبل كان عدنا خلال بتقني واحنا مستعدين ان نتواصل وياكم من خلال هذا الموقع قبل الفصل دكتور وردنا اتصال يقول بان الاطباء لم يعطوه اي امل للشفاء لابنته باثبات متقارية طبية من بلدين مختلفين ولكنك ضمنت له الشفاء وسبق ان استمعنا في عدة حلقات الى شهادات مرضى عانوا من امراض عجز الاطباء عن شفائهم فما السير في دوائك دكتور الذي تمكن من علاج ما عجز عنه الطب الطب ما عنده شي لان فارغ يعني هذا الاخ السرطان منتشر فيه الكبد والكليتين والغدد الصفراوية والرئة من كربلاء من خبرون يقلوا لي بالمرحلة الرابعة قلت لهم ماكوش نطيل خليق وعلى بركة الله ان شاء الله بفضل الله شوفوا يوقف من اول ثلاثة يام يوقف المرض لكن اذا يروح للطبيب يضربه كيمياوي هو عده نقص بالمناعة دمر الخلايا كلها ودمر الجهاز المناعي اللي انا اساسا اختصاص بالجهاز المناعي بالعالم اللي بفضل الامام المهدي بفضل الامام المهدي اخترعت الدواء اللي يعالج الجهاز المناعي بالعالم هو آن الوحيد الآن فآني كل الامراض بما فيها السكري بما فيها السرطان بما فيها الاكزمة بما فيها الصدفية بما فيها العجز الجنسي بما فيها الربو كلها نقص مناعي اعتبران فالطبيب يجي ضربه كيمياوي دمر الجهاز المناعي انتشار السرطان مات الانسان نعم شكرا لك دكتور مناخد اتصال قالوا السلام عليكم ضروب الرجاء اسمي كريم تفضلوا قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا الله علي شايباني خادم الجنابك الكريم اهلا اخوك نابل هنوني ابن البيج اهلا وسهلا من صلاح الدين بعرف من بيجي سؤال اسألي انت من عزة لو من نجوور اي لا من العزة اهلا وسهلا اهلا وسهلا يعني تعرف دحام رمضان محميد العزاوي شلو ما اعرفه الان اقمرني اقمرني انا احب هذا الرجال اقمرني الله يوفقك ويسلمك هو جرايبي واني بالبيج وهو بسمرة ذاك الصور اي نعم اقمرني 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 فاني اخوك وعافك من زمان يعني يعني اه تابقود من زمان يعني بالبغداد بساني عندي زوجتي شو عدها زوجتي عدها سكر هي سابقا اي نعم وصار عدها قدم سكر بعدين قدم سكر يجب ضربنا وكلو الخلايا وندر شنو وقبار ومدر ايش صارت زينة وصارت عدها خطرة بالرجل اللخ اللي هي مو الاولية التانية صارت فيها خطرة وهم ضربناها تحت الجلد وضربناها وقبار وكذا وهم راح هذي وحي اثنين اثلاف عاني هتسا حيا نعم بالمستشفى الاوكسجين وبلنعاش وقبلها صار عدها مي برئة وسحبنا المي وخدنا له خدنا له يعني اشي اسمه عينة فطلع بها ماك الملق احنا عدنا خليط هذا فطلع عدنا خليط ان شاء الله اذا اخذت الطيب بس لكن مناعتها الان صفر الان المناعة صفر واذا صارت المناعة صفر كارثة يا اخي مثل واحد عنده ساتر مثل واحد عنده ساتر نعم يقاتل بي اذا سقط الساتر بعد ما عنده شي قاتل بي ما عنده شي نعم فالمناعة مال جسمها اصبحت صفر واذا اصبح الصفر السرطاني هاجمها بقوة لازم نوقفها بزيادة المناعة بجسم الانسان انا خادم اليك والله بالانعاش بالانعاش صارتها جلطة نوب براشة اخرى الله اكبر البارحة وديتها وصار عدها جلطة وهتها بالانعاش ومدد الاكتجين مالها يصعد ينزل واني هتها حائر والله العظيم دفت واني حتى فليت حمر ماذا العين انا خادم اليك خادم اليك اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك ايضا اتصال السلام عليكم دروب الرجال اسم الكريم تفضلوا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا كيف حالك دكتور ان شاء الله تكون خادم اليكم الله يحبب الدكتور الدكتور عدني الحج الله يخليك راسه صاب تقريبا عشر سنوات اذي واعصاب همين تعبانه سكري عنده له معده يعني هو عنده مشكلة انه سوى عملية مال زراعة ثمام نخاعي بالدمار ولكن وضعه صار زين لكن بالفترة السنوات الاخيرة بدأ راسح هواي اذي يعني اكثر من تقريبا سنوات دائما يشكو من راسه ما يفيد لا براسيته لا عبار ايه رجع الانسداد اذا اخذ النا خليطي طيب دكتور سونا لفحص قاله الجهاز شغال وما بي اي مشكلة الجهاز ما لعلاقة الجهاز حتى له شغال يبقى بعض السوائل في الدماغ يسوي صداع مرعب نعم دكتور احنا عدنا خليطي طيبة بعد ما يخلي يصير عدى صداع بإذن الله اهل المساعدة شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور ريبي رأيك لماذا لا نجد في الدول العربية دعما الانجازات العلمية يعني خاصة واننا شهدنا دعما من هذه الشعوب للظواهر هنا او هناك ولكن عندما يتعلق الان بانجاز لأحد مواطنيهم يتقعصون عن دعمه شوف الدول الاوروبية الان دعمتنا بس انا ما ارتجي من دولة العراق ان تدعمني ابدا لو بعد مليون سنة بس ممكن السويد ممكن اولمانيا ممكن فرنسا شا هاي الابحاث العلمية شلون احنا قدمناها لو ما اكو دعم فرنسي واكو دعم سويدي اكو دعم كندي اكو دعم اولمانيا اكو دعم اسباني من هنا ما عندنا فلوس لان هاي الابحاث السريرية تحتاج الى اموال طائلة فلولا هذه الجمعيات واحنا واثقين من نفسنا كيف حصلنا على براعة الاختراع شرطينهم ورقة وقعوها لا اصلا الف طبيب تحت اشراف الجامعات الفرنسية وعندي الاوراق لو يقراها الانسان يظل مذهل يظل يذهل كيف حصلنا على اول براعة اختراع ثاني براعة اختراع رابع براعة اختراع والى ان اصبحت عدنا من العلاجات واحد واربعين علاج الان عدنا بعد والشهادة الكبرى انه المجلة الطبية كل خمس سنين تصدر وان شاء الله هم يقولون اليوم مباشر اليوم مباشر هذا مو شغلنا بس احنا مطينا باللائحة احنا اول الاسماء اللي نشرونا بالمجلة الطبية عليش نشرونا طيناهم فلوس ما يصير بالغرب ممكن بالعراق يصير يجيب شهادة دكتورا انا عرفوا واينا سطعوا فلوس يجابوا شهادة دكتورا عرفوا شون بالخارج فينك تسويها تقدر يسقط العلم عدهم كله يعتبرونه ساقط احنا عدنا لا عادية بس كون اسمك دكتور اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور لذلك احنا ناس عدنا علمية مرعبة ستنا يعني هذا المريض بكربلا اللي منتشر عنده رحل الطبيب قال له ما سوي لك شي من الطينا غير احنا دقيقين جدا غير هذا الخليط احنا واصلين بالمكتبرات الطبية العالمية بانه يوقف السرطان ويكون حائلا بين وبين الموت هذا انجاز عظيم شكرا لك دكتورا مناخذ اتصال السلام عليكم دروب الرجال اسم الكريم تحضلوا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم خادم لكم خادم ربك بكتور انا عندي مصاصر يعني رجلية تطبي ما اقدر لا اقدر امشي اقدر ادعي مثل اصلة ما اكثر الا على مصلاة ما يعني مننا ومننا يعمل تطبي من اذيات بحيث مراجعة في زجاج علاجات ما انصادتني هذه علاجات كيميائية احنا عدنا علاج طبي فعلا ويطيبش ويخليش مثل بقية الناس تمشين وما تتعلمين وتنامين وبراحتج وتقعدين وبراحتج اذا تردين ارجع التصليب الشركة اذا تتعلمين العسد بكتر وشكري يعني هل دائما يصعدش عن عمر الإنسولين يعني صايمة اخطر 238 وشكري ومعندش خزين غير تنزلين الخزين اللي بجسم حتى بعد ما يصعد يستنه اصلا اخطر ما يكون ان يلجأ عنده سكر يرجع الانسولين يكتل الغدة ويموتها وبعد ما يفيده شي هذا اكبر غطأ يرتكبون الاطباء الغدد اكبر خطأ بحياتهم اتمنى تسألون اني اقلكم شين هو العلاج شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك ايضا اتصال السلام عليكم دروب الرجال اسمك كريم تفضل عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شانك يا ابو علي خادم لكم خادم ربك احمد الله واد ابو علي انا عزة غدة درقية من 2003 سويت عملية يعني سامه سويت عملية انا لحد الان مفاصلي وشعر قام يوقع واني يعني قطعت السملة قام اتأخذني يالله شاوين شو سوت لك العملية زادت الطين بلة اي اي عدنا خليط يوقف هذي السموم كلها اهلا وسهلا شكرا لاتصالك فريق العمل بتابع مشكلتك دكتور قبل ان اختم اعيد واذكر المشاهدين بانه يمكنهم التواصل معكم عن طريق الموقع الرسمي الذي يمر اسفل الشاشة بختم الحلقة شبت حب توصل المشاهدين اخوان كثير من الاطباء اعتبرهم خلطاء عني الطبيب ما يقدر يطيبك اللي يطيبك العلاج يعني الطبيب يكتب للصيدة لي هس تروح للصيدة اللي تقول راسي يوجعني راسي يوجعني اللي يجوز عندك سرطان او عندك غدت او عندك انسداد في الشرايين بالرأس او عندك زيادة في الضغط او عندك سكري الطبيب يقول لك روح علما للسكانر تروح للسكانر يطلع يشخص لك على ضوء يكتب لك للصيدة لي طفلان علاج شو سوى الطبيب خلو تروح للصيدة لي تقول لها انا ذن طلعان الصيدة لي هم مثل الطبيب يطيك العلاج مالتهم يعني الطبيب ما عنده حل ما عنده حل على الاطلاق لكن لو تجي لينا احنا نطيك حال لا يمرضك ولا يأثر على الكبت ولا يسبب عندك مضاعفات يعني الآن يجين واحد عنده سكري وما ضارب انسولين انا اعطي ضمان مائة في المائة خلي اكل تبس بعد شنو ان الغيل المخزون من جسم حتى لو كان عشرين خوش اذا ضرب انسولين ضل المخزون على حطته وارتفع السكر عنده واصبحت عيونه به الماء وراسه مدرش لونه وجسمه بدأ ينحل وعصابه تلفت اذا خلنطلع من هذا الشي القديم او نرجع نفكر بنفسنا ولا تاخذك العزة بالاثم انا ما اقللك تعال لي ما احتاج تجي لي انا احتاج اريدك الطيب فاذا اريدت الطيب فعندنا الشفاء باذن الله